موسيقى ملك نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون نواة حافظة يقدم لكم هذا البرنامج برحاية رامي بالتأكيد نعم ولو نعلم كلنا أن الكرة العربية أول مرة توصل إلى هذا الدور ومن المستحيل يعني الوصول حتى في المستقبل لأن الفريق المغربي يقدم أداء يشرف الكرة العربية ويشرف الكرة الإسلامية فتحية لكل من شراك في هذا الإنجاز وكذلك شكرا للكرة العربية التي رفعت رأسها إلى السماء ورفعت دولة قطر المنظمة خاصة أنه كانت هناك انتقادات كثيرة حول هذا الموضيات إلا أن الكرة العربية موجودة حتى في الميدان وتمكن الفريق المغربي بالفوز بجدارة واستحقاق رغم الصعوبات التي مر فيها في هذه المباراة نعم أرضوان المنتخب المغربي لعب حسب إمكانياته المدرب برك راكي قال لماذا هذه الانتقادات نحن وصلنا إلى الدور نصف النهائي البرتغال لديها إمكانيات كبيرة تستطيع أن تصنع أن تبني اللعب أن تهاجم أن تخلق فرص قال نحن المغرب لعبنا حسب إمكانياتنا ننتظر المنافس طبعا ثم نشن هجمات سريعة مرتدة هذه الطريقة آتت أكلها لماذا نغيرها؟ والله أعتقد بأن كلامه فيه الكثير من الصحة لأن كل منتخب يلعب حسب نقاط القوة أو حسب نقاط قوة أو ضعف المنافس أعتقد بأن كل المؤشرات كانت توحي بأن اللقاء هذا سيكون 70 أو 80% من الناس التي تكهنت كانت تقول بأن البرتغال هي في أحسن رواق بالنظر للإصابات الكثيرة التي كانت في صفوف المنتخب المغربي وأيضا بسبب ما حدث في هذا المونديال المونديال المفاجآت صراحة كثير من المنتخبات خرجت في أدوار متقدمة إذا عدنا شيئا ما إلى الوراء منتخب برازيلي خرج بخفي حنين ورغم أن الجميع كان يتكهن بأن المنتخب البرازيلي سيحوز على الكأس الغالية منذ 2008 المنتخب البرازيلي لم يتمكن من إحراز هذه الكأس أعتقد بأن الذي حدث أمس يسير في نفس منوال ما حدث في لقاء البرازيل في لقاءات أخرى عرفت خروج المنتخبات الكبيرة المنتخب المغربي بطبيعة الحال لعب على نقاط قوته اللي هي الاستماتة في الدفاع العودة إلى الوراء واللعب على الهجمات المرتدة هذا طبيعي وهو ما أتى أكله في الأخير بتأهل المنتخب المغربي لأول مرة للدور النصف النهائي لو تسمح محمد في الرباعي اللي الآن وصل لدور نصف نهائي المنتخب المغربي المرة الأولى المنتخب الكرواتي ثلاث مرات مع وصوله للنهائي الماضي يعني يمكن أن يكون فيه نهائي مشابه أو نفسه اللي كان في 2018 بين كرواتيا وفرنسا ومنتخب الأرجنتين خمس مرات حائز أيضا على كأس العالم وفرنسا سبع مشاركات في الدور نصف النهائي نعم أمين البعض سمى إنجاز المنتخب المغربي بالمؤجزة الكروية البعض سمه بالمفاجأة الكبرى والبعض يراه منطقيا يقول بأن المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة قوية لديه فرديات لامعة نتحدث عن زياش في نادي تشيلسي نتحدث عن المزراوي في باير مينيخ نتحدث عن حكيمي في باريسان جرما ولعبون آخرون مرابط واحد من أفضل لعبين في هذه الدورة مع أي وصف تتفق أنت؟ أنا أصفه بالإنجاز الواقعي لماذا؟ لأن المدرب الركراكي واللعبون المغاربة مثل ما قلتم سابقا اللعبوا على إمكانياتهم التزموا بالواقع لم يفتحوا اللاعب كثيرا أمام المنتخبات الكبيرة أمام منتخب بلجيك أمام المنتخب البرتغالي بالأمس لأنهم يعلمون جيدا أن الفوارق شاسعة بين التشكيلتين المدرب يعلم أنه يملك العناصر اللازمة من أجل غلق كل المنافذ على هذه المنتخبات بعدها شن الهجمات المعاكسة المهم أننا تخلصنا نهائيا إن شاء الله من العقدة التي كانت تميز المنتخبات العربية والإفريقية أيضا أمام المنتخبات الكبيرة المغرب حل هذه العقدة إن شاء الله هذا الأمر يكون الخير على كل المنتخبات العربية الآن أصبحنا ندرك تماما أننا لا ينقصنا شيء حتى نكون مثل المنتخبات الكبيرة يمكننا أن نصنع المفاجأة أمام أي منتخب مهما كانت صفته ومهما كانت مكانته ولماذا؟ من يدري ربما المنتخب المغربي سيواصل الطريق نحو النهائي ويتوج بالكس ولو أن الأمر سيكون صعبا للغاية خصوصا من الناحية البدنية لأن الاعتماد على الطريقة التي يعتمد عليها الركراكي هو سلاح ذو حدين تستطيع أن تعتمد عليه في مبارات في مبارتين أما أن تعتمد عليه في مبارات كثيرة فهذا ينهكك بدنيا وينطس كل طاقات لعبيك الآن المأمورية تزداد صعوبة من مبارات إلى أخرى المغرب سيواجه المنتخب الفرنسي القوي جدا المنتخب الفرنسي الواقعي مثله ومثل المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي الذي يلعب على قدرات لاعبه رغم أنه يملك تشكيلة مدججة بالنجوم يعتمد على السرعة على القوة البدنية للاعبه على الصلابة في البلوك ثم الانطلاق في الهجمات المعاكسة بالاعتماد على سرعة كل من دانبيلي جريزمان وانبابي ما هو سر وصول المغرب إلى الدور النسف النهائي؟ هل تعتقد بأن هناك أسباب خفية؟ أم أنه الأمر واضح وأمر كان مخطط له والجميع كان ينتظر هذا في المغرب؟ أعتقد الوقعية كانت أهم شيء في هذا الأداء المغربي أعتقد أن المغرب لعب مباراة بمباراة وكان يتقدم بمباشرة للمنافسة بتعادل مع كرواتيا ثم مع الوقت وعلى الإمكانيات خاصة أن هذا الفريق لديه مجموعة متجانسة وأعتقد أن الرقراقي لديه أثر على هذا الفريق حيث تمكن ما لم يتمكن فيه آليلوزيج من استرجاع اللعبين المميزين على غرار زياش حكيمي وكذلك مزراوي وحتى حمد الله الذي موجود في الدكة لكن موجود مع الفريق ممكن أن يعطي الإضافة لهذا الفريق أعتقد أن الفريق لعب على إمكانياته وقدراته لديه قدرات دفاعية هائلة خاصة وأنه يعتبر الفريق المغربي هو أقوى دفاع حاليا بتلقي هدف وحيد فأعتقد أن المنتخب المغربي سيستمر في هذا أن هذه نقطة تعفو لكن لديه نقاط أخرى قوية لأن لديه بعض اللعبين ذوي المهارة العالية على غرار أناحي على غرار زياش وممكن في أي لحظة يسجل لك أهداف فالفريق المغربي يلعب بطريقه كمجموعة كبروك وانتظارا لبعض الأخطاء المنافس وأي فرصة تتاح يسجل منها أهداف وهذه أعتقد طريقة هي الأمثل للفريق المغربي حاليا سؤال واحد وأريد إجابة واحدة فقط من الضيوف الثلاثة من هو أفضل عنصر في كتيبة المغرب لحد الآن المدرب الركراكي متوسط الميدان مرابط أم الحارس بونو إجابة واحدة أردوان ثم أعود إليكم والله أنا إجابتي هي المجموعة مجموعة الركراكي بونو إذن ثلاث إجابات مختلفة باختصار ثلاثين ثاني أردوان وضح لنا أسباب إجابة مجموعة لأنه أتكلم لك الكابتن ناصر ولو أنه المجموعة جاوب ديبلوماسي أردوان لم تختار لمش ديبلوماسي لأنه سأكون مجحف في حق البقية لو أعطيتك اسم وقررت لو قولك بونو صحيح بونو أدى دورة ممتازة ولكن البقية الدفاع اللي ما تلقاش أيضا أهداف واللي كان عنده صلبة دفاعية كبيرة لما تكلموا على المدرب الركراكي أعتقد أنه العناصر التي كانت فوق أرضية الميدان أعطت لهذا المدرب أيضا هذه القيمة الإضافية لو تكلموا على مثلا المرابط من أحسن اللعبين حاليا لكن المشكلة أنه القرارات لماذا قلت لك المجموعة لأنه القرارات التي اتخذت قبل كأس العالم هي التي أوصلت المنتخب المغربي لما هو عليها اليوم لا تنسى بأن الكثير انتقد خيار ذهاب حالي لوزيتش الذي تأهل مع المجموعة هذه إلى كأس العالم لكن لما كانت فيه قرارات أردعية ولا رجعتها فيها جعلت بتعيين مدرب أعطى هذه الروح وأعاد حمد الله أعاد الزياش أعاد الكثير من الأسماء التي تصنع اليوم هذا الإنجاز أتعس إنسان على وجه الكرة الأرضية الآن هو واحد غليل وزيتش الذي يرى المنتخب المغربي في النصف النهاية والذي أهل المغرب وكان يمني النفس بها المشاركة لكنه حضر في هذه الكأس كان سوف لن يلعب بهذه العناصر التي ربما ستقصى في الدور الأول عليش قلت لك هنا المجموعة القرارات التي اتخذت قرارات جريئة هنا يقدر يكون الإسقاط على منتخبنا الوطن الجزائري ويتكلمنا الكثير تكلم على تجديد المنتخب وهذا ربما كان يقدر يعطينا دفعة وشحنة إضافية من أجل الذهاب بعيدا نحن لست هنا من أجل المقارنة ولكن الناس كثير تتكلم على المنتخب الوطني لو تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم ماذا كان سيصنع هذه النقطة الاستفام لأنه اليوم رأنا في مونديل المفاجأة هل المنتخب الوطني الجزائري كان بإمكانه أن يذهب بعيدا بنفس التعداد لو تأهلنا مستحيل كنا نشوفه في المنتخب لعب مثل ديلور لأنه كان مبعد من التشكيلة ناصر ميكي داش قال بونو بونو صحيح وأرجع لي كلام زميلي فأعتقد أن اختيارات ربما زميلي اختار المجموعة صحيح يعني هذا ليس غلط لأنه صحيح أن المجموعة لما تشوف الفريق المغربي أمس طلت للشوط الثاني وهو يدافع كلحمة صحيح لكن احنا ممكن أنا ومحمد شفناها من جانب الفردي شفنا من جانب القدورات التي شفناها في المباراة شفنا بونو في ضربة الجزاك لو أخفق في ضربة حاليا نسا نتكلم على هذا الموضوع فأعتقد أن بونو كان حاسما في العديد من الحالات التي لم تسمح للمنافسين تلقي أهداف لكن كابتن لاصر لو بونو وحده ما وقفش ضربة الجزاك ممكن ما تقالش ولكن لو ما كانش المجموعة ما نوصلوش أصلا لضربة الجزاك صحيح لكن المجموعة من يصرحها يصنعها الفرديات فأعتقد أن كل الفرديات فيهم من يعني تألق بشكل كبير من بينهم بونو وكما قال زميني المرابط ممكن هو لا هو قيل الرقراجي قال الرقراجي لأن الرقراجي أكيد هو كذلك سمحني اتدخل في موضوع لأن الرقراجي صحيح هو المسؤول هو اللي يختار نعيبة هو اللي يأخذ القرارات لأنه يوجد موجودين مثلا في البرازيل بنيمار وفينيسيس ولكن لما ما تكونش المجموعة قائمة وما يكونش وراءهم احنا مشكلتنا أنه لازم نآمنوا بالناس اللي يرام يقودونا لما تآمن بواحد اللي يرام يقودك وهذه نقطة إيجابية للرقراجي الذي تمكن من تكوين لحمة وشفنا يعني التواصل والتقارب مع اللعبين والفرحة وحتى مع الجماهير نعم أمين الرقراجي وليس الرقراجي لأنه البعض ينادي بالرقراجي أنا سألت صحفي مغربي قال لي اسمه الرقراجي وليد الرقراجي تفضل أمين إن شاء الله الرفرافي المهم يوصلك لنا نسمي يا كحس العالم إحنا الإسم لا يهم كل التحية لهذا المدرب أنا لماذا اخترت المدرب؟ أولا باعتباره مدربا شابا لا يملك الكثير من الخبرة درب هنا في قطر أخذ اللقب مع نادي الدحيل درب في المغرب أخذ لقبين أيضا على ما أعتقد لذلك أينما حل وارتحل إلا وأخذ ألقابا يشبه كثيرا جمال بالماضي حتى في مسيرته من الأندية نحو المنتخب هناك تشابه كبير بينه وبين الناخب الوطني جمال بالماضي الأمر الثاني هو كالتالي تشكيلة البرازيل وتشكيلة بلجيكا تشكيلة إسبانيا تشكيلة البرتغال لماذا هذه التشكيلات تملك الكثير من الثراء في التعداد ولكن تخرج بخفة حنين مثل ما قال أبو حنيكا لأن المدربين لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الثراء مثلا بالأمس مباراة المنتخب البرتغالي أنا دائما قلتها قلت تشكيلة رائعة بدون مدرب صراحة لا يقنع نباتاتا مدرب المنتخب البرتغالي بالأمس شاهدنا طريقة تعامله مع المباراة رضخ للضغط الإعلامي والجماهيري وأعاد كريستيانو رونالدو إلى الدكة وأقحم جونثالو راموثا الذي لا يملك الكثير من الخبرة صحيح أنه سجل ثلاثية هذه الثلاثية كانت أمام سويسا في مباراة فاز بها المنتخب بسوداسية كاملة شاهدنا كيف أعطى كريستيانو رونالدو الكثير من النفس وكثير من الدفع للقاطرة الهجومية للمنتخب ببرتغالي ضيع فرصة لم يضيع وبونو كان متألقا في تلك اللقطة قدم كرة على طبق لزميله جواو فيليش وبونو أيضا كان في الموعد لذلك المدرب هو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر الركراكي والذي يتحمل المسؤولية الأكبر لأنه في ظرف وجيز ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر أتى إلى مجموعة كانت تقريبا مفككة بفعل وحيد حالي لوزيتش الذي ربما ترك مرجسيته وتطغى على حساب آمال وأحلام الجماهير المغربية أتى إلى هذا المتحدث لذكر الجماهير المغربية أمين احتفلت أمس هنا في الدوحة وفي الدار البيضاء وكذلك في أوروبا وفي العديد من مناطق العالم أعطينا بعض احتفالات الجماهير المغربية نحاول أن نعلق عليها بعض يتحدث أردوان عن أغنية تلابح درياسة الشهيرة مبروك علينا هذه البداية ومزال مزال هذه الأغنية نعم التي تصدح بها حناجر الجماهير المغربية منذ بداية الدورة هذه الأغنية لكل حال حتى الجماهير التونسية لما يفوز المنتقب التونسي تغني هذه الأغنية فيها أغاني كثيرة جزائرية أصبحت مركة مسجلة لدى الجماهير العربية لكنني أردت أن أعود إلى نقطة مهمة بما أنه زميلي أمين بن شابير تحدث عن مدرب المنتقب المغربي هذه نعم أغنية الجزائرية التي يتغنى بها الكثير هنا وأيضا كما قلت الجماهير العربية لكن لو عدنا لمقاله أمين حول الرقراقي هذا المدرب تصور في ألفين وسبعتاش على ما أعتقد أو ألفين وثمنتاش محمد يعني باش الواحد يكون ما هوش متأكد من التاريخ كان مدرب للفتح الرباطي هذا المدرب تعالفتح الرباطي وليد رقراقي تقابل مع نادي جزائري اسمه منودية بيجاية الموب في منافسة قرية وأقصي الفتح الرباطي أمام الموب أنا داك الموب اليوم أين هو هذا الفريق ناديت بيجاية أو في القسم الثالث وعلى بعد خطوات ربما يزيد يسقط للقسم الرابع يعني تلاشى تماما واليوم نشوف المدرب المغربي أين هو يعني لما توضع ثقة في أبناء بلدك وتوضع ثقة في وتكون عندك قرارات تكون عندك اتحادية قوية تكون عندك مسؤولين ليتخذوا قرارات جريئة من أجل إصلاح المنظومة الكروية لهذا في كل مرة في الجزائر وخارج الجزائر نتكلم دائما على إصلاح المنظومة الكروية بيجا تحطينا نحاولوا دائما نجسأروا شوية بيجا نتكلموا على بلدنا الجزائر لأنه مازالك لحد الآن مازالك تحرق فينا أننا ماناش متواجدين سعود إليك بعد قليل لردوان للحديث عن غياب المنتخب الوطني الجزائري وكيف وجدت الأجواء هنا في الدوحة في ظل غياب الجزائر لكن بعد أن نستمع لي أمين خبرنا بصراحة الجميع في الجزائر يعلم بأنك متعصب لكريسيانو رونالدو مشجع فيه لريال مادريد كيف عشت مباراة الأمس هل فرحت وسعدت بتآهل المغرب هل حزنت لخروج كريسيانو رونالدو كنت تمني النفس بأن يرفع كأس العالم قبل بداية هذه الدورة حدثنا عن هذه المشاعر المتبينة لم تكن مشاعر متبينة صراحة خلال المباراة كنت أتمنى أن يفوز المغرب بهذا اللقاء ولو أنني قبل المباراة أنا دائما أستعمل المنطق في كلامي وفي توقعاتي كنت أتوقع أنها ستكون نهاية الرحلة بالنسبة للمغاربة توقعت أن المنتخب البرتغالي هو الذي سيفوز هذا كان توقع المنطق ولكن العاطفة والقلب كان يريدان المنتخب المغرب حزنتي خروج رونالدو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي